الطريق إلى الكويت ليس سالكا بعد ولا يبدو أنه سيكون جاهزا في وقت قريب الأمم المتحدة التي علنت على لسان المتحدث باسم الأمين العام أن محادثات الكويت ستستأنف السبت لا يبدو أنها كانت تستند إلى وقائع بقدر ما يشير التصريح إلى حالة ضغط يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة لدفعها للتخلي عن اشتراطاتها والعودة إلى طاولة المحادثات في الوقت ذاته كانت الحكومة تفقر رفضها التام للذهاب إلى الكويت ما لم يقدم المبعوث الأممي ضمانات بالالتزام بمرجعيات المحادثات بجانب تنفيذ الميليشيا للاتفاقات السابقة والتي تتضمن إطلاق المختطفين وفتح ممرات آمنة وهي عودة إلى نقطة البداية التي لم تتجاوزها المحادثات خلال أكثر من شهرين في الكويت هذا الموقف المتزامن مع إعلان الأمم المتحدة استئناف المحادثات يحمل في طياته رسالة قوية من الحكومة للمبعوث الأممي ودى المجتمع الدولي بأن الحكومة جادة في مطالبها هذه المرة وأن التنازلات التي قدمتها سابقا في سبيل إنجاح مشاورات السلام لم يعد لها مجالا الآن بعدا استنفدت المشاورات كل التنازلات دون أي تقدم يذكر في هذه الأثناء سيكون الرئيس هادي قد التقى المبعوث الأممي ومن الواضح أن والدى الشيخ لن يحمل معه أي جديد سوى الحديث عما بحثه مع سلطات الميليشيا في صنع معتمدا في ذلك على تجاربه السابقة مع الحكومة التي سرعان ما تعلن تجاوبها مع مساعي الوسيط الأممي وضغوط المجتمع الدولي ولكن يبدو أن ذلك لن يحدث هذه المرة إذ أنه ما من خيار أمام الحكومة سوى الإصرار على موقفها بعد أن وضح أن كل الخيارات أحلاها مروا